كل ايام رمضان هي ايام جميلة ورائعة لكن العشر الاواخر دول ليهم كده حاجة خاصة ليهم غلاوة فيهم طبعا ليلة القدر اهم ايام السنة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال هي اعظم الايام وفيها روحانيات كتير جدا اكتر من ايام السنة كلها ده غير انها العشر الاواخر دول بنختتم بهم رمضان وبندخل في فرحة عيد الفطر البني ادم لما بيفطر بقى ويدخل على العيد اكيد برضو لها طاقة ايجابية كبيرة جدا ازاي يستفيد من الايام دي العشر الاواخر بالتحديد علشان نجدد طاقتنا نجدد حياتنا نغير اي اسلوب حاسين انه هو غلط في شخصيتنا ده اللي حنعرفه النهاردة من خبيرة الطاقة الحيوية حنان زينال وحشتيني كل نسانة وانتي طيبة ودايما منورانا يا رب في ستة ستة ايه اللي بيميز العشر الاواخر من طاقة محسوسة على فكرة مش حاجة كده تخيلة لا محسوسة بس هي الطاقة دي اللي بنستفيد منها ان احنا بنشحن بيها بقية السنة يعني هي عارفة الحبة اللي ربنا بينفخ فيكي قوي فانتي تفضلي بقى ايه حتى خزين بتاع السنة كلها هو خزين السنة كلها البطاريات بتتشحن اه بتتشحن ويفضل بقى ايه كمان اللي احتياطي بيتشحن يعني هو مش بس البطاريات بتاعتك لا اللي احتياطي كمان بيتشحن عشان تعيق اسحابي فيه طول السنة فهم عشرة عشر ليالي حقيقي مبدعين في التغيير مبدعين لو احنا استفدنا منهم بجد هتحسي ان حياتك اختلفت بعدها طيب عايزين نقول للناس وننصح نفسنا بقى العملية كلها بسيطة يا جماعة بالتسبيح بتاعتنا الاستغفار خلاص ولا حاول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله والصلاة على سيدنا النبي شوفي يعني حاجات بسيطة جدا ده اللي هو اللي اللي احنا بنقولها بس انا هقولها بشكل أنوي ان انا نظف مش بس هسبح هاخد سواب لا ده انا هوجهها كمان هذه الطاقة بتاعت التسبيح انها تخش تنظف فانا همسك حاجة وحاجة هنمسك حاجة حاجة هنبتدي نحس الاستغفار انا هحط يدي على قلبي خلاص وهبتدي اتخيل ان فيه سحابة مليانة مية المية دي عملة تنزل مع كل استغفار نقطة بقول استغفر الله تنزل تخسلني بتخسل زنوبي تخسل مشاعري السلبية أفكاري السلبية البرمجة اللي أنا تبرمجتها المعتقدات اللي خدتها اللي ده خلت في دماغي من السوشال ميديا من الميديا من غير ما أخد بالي أبتدي أعقد المية على ده يعني أنا ميتي وأنا باستغفر إن أنا بوجه طاقة الاستغفار دي تخش تنظف خلايايا ودماغي ومشاعري وكل الكلام ده وأنا عطى إيدي بقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأنا حسنا دي مطر عملة تنزل غيث من ربنا عملة ينزل يغسلني يدوش عملة يحميني ينظف ينظفني فياخد زنوبي وياخد كمان مشاعري معاه وحس إن كل ده بتخش على الأرض يعني بتنزل من جسمي على بطن الأرض ده من مخي أخيالي أخيالها نقطة نقطة آه بتنزل تاخد كل ده تحس إن فيه زي سواد بينزل زي دخان بيخرج من رجلك أو من إيديكي ينزل على الأرض لو عملنا ده بالطريقة دي بالزيت هتحسي بفرق شاسع بعدما تستغفره وما تحطوش عدد ينا معه حسي يعني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يعني الناس دلواتي وهي بتفرج عليها لو حطت إيديها على قلبها وفضت لدول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر حس إن جسمها بتهدأ عايزة توجيه الاستغفار بعد التنظيف إنها تفتح لك أبواب الرزق مدرارة بقى أبواب الرزق فإنتي بتملي الهالة بتاعتك بحس تبقى مغنطي يستطيع تشدلك الرزق اللي إنتي عايزاه سبحانك يا رب قام إزاي يبقى هو هنا في الدماغ أنا بوجه النية بتاعتي في التسبيح بتاعي لفين يبقى وجهة الطاقة بتاعته مش بس باخد سواب لأ كمان بيشحني وبينظفني دا نية واحدة بست اليوم نية واحدة كل شوية غيري نية برحتك يعني أنت بتطبخي دا أنا هنوي كمان إن أنا شحني الأكل دا بالاستغفار وأنا قاعدة بطبخ بالشفة لولادي بالبحبة بين عيالي والبيت لأنك دي يبعد من بيتي إن الفرح والبهجة يخشوا بيتي دا أنا ممكن أشحني بي آه تشحني وإنتي بتقولي استغفر الله استغفر الله لفي مع قارب الساعة وإنتي بتطبخي خلاص 16 لفة وإنتي بتستغفري يا إما تقولي سورة قريش أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف يبقى وأنا بقول بقول سورة قريش سبع مرات على الأكل بتاعي يبقى أنا شحنته شحنته بالمحبة شحنته بالرزق شحنته بالأمان شحنته بالتواصل والتجميع اللي فعلتي يبقى أنا ممكن وأنا كمان بشتغل شغل البيت يبقى باخد سواب خلاص وبدي أنيرجي أو طاقة حلوة للأكل بتاعها والكل الكورنر بالضبط بالضبط هو ده فقلنا حاجة صغيرة جدا وعملنا بيها كذا حاجة بكذا نية خلاص هنخش على حاجة تانية الله سبحانه كدمة الله يا جماعة خدوا نفس عميق الله خلي جسمك يسمع الأربع حروف دول خلي الحرف كل حرف منهم يضرب في سقف بقك عشان يطلع الهورمونز بتاع جسمك بتاع الاسترخاء الله مش الله 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 ولا بدنا عمل كده لأ حسوا استشعروا كلمة استشعروا أنه هو الله أكبر أكبر من همي وأكبر من غلبي وأكبر من مسؤولياتي وأكبر من ديني وأكبر من من عظمتي وأكبر من مركزي وأكبر من فلوق وأكبر من كل حاجة كل حاجة سبحانه انا في الاخر بقيت في معيته بقيت كل حاجة عندي بقى تقدي كده وتحققت اكبر بالزبط ولو عايزين نقول تجبرات العيد بعد كده في الفرحة اللي احنا هنفرحها بعد كده بتاعت الله اكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة لا اله الا الله يبقى انا اسلمت نفسي لله لان لا اله الا هو سبحانه فلا حول ولا قوة الا بالله خرجت انا بقى من قوتي وعظمت ان انا فاكرة نفسي ان كل حاجة بايدي ورزقي بايدي وشغلي هو اللي بيجيبلي ومش عارفة ايه انا خرجت بقى من ده كله رحت مسلمات قلت له انا ولا حاج انا من ايديك اتصرف دبرلي انا لا احسن التدبير بايه ان انا اللهم اني ابرق من حولي وقوتي لحولك وقوتك لا حول ولا قوة الا بالله سبحانه انك انت فعلا بين ايديه سبحانه مسلم هو اللي بيدبر سبحانه مش انت اللي بتعمل انت عايز قول انا عايز هو هيجيبلك بقى الاسباب هيدبر هالك ويجمع هالك وقللك روح هنا وروح هنا هيبعتلك جنود وهيبعتلك عباده اللي يفتحوا لك الدنيا لكن ما تقولش انا محتاج انا هجيب من اين انا هعمل ايه هسوي ايه يبقى انت روح تخارج من الحول الكبير وروح تدخل حولك انت اللي هو قد كده اللي هو قد كده اللي قد كده خلاص صحيح طيب عايزين بقى قوة النور والحكمة والهدوء هنتوصل بالصلاة على سيدنا النبي بخيط اثيري من السرة لكننا شايفين كتلة نور بتاعت سيدنا النبي هنتوصل بخيط اثيري من السرة بنتوصل بيه وبقاله شوف بقى قاله وقد ايه صحبته وقد ايه نتوصل بخيط اثيرية بيها واحنا بنقول ايه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بنستشعر بالخيط دي كلها الانرجي رايحة بقى بنستقبل رايحة فاحنا بندي حاجات بتاعتنا هو بيسحبها يا حبيبي الشفيع بتاعنا بيسحبها هلأس وفي نفس الوقت بيدينا الانرجي بتاعته تقتل هدوء وتقتل السماحة والخلق العالي والسركيات الجميلة والابتسامة والبشاشة والحنية والطبطبة والاحتواء والطيبة يبقى كل الحاجات دي هناخدها لان احنا توصلنا انرجي معايه مجرد الخيال شوفي فكرة نفسها لما بتيجي بقى بتصلي بتحسي بضل الانرجي دي كلها بتحسي ان جسمك بيهدى طاقة بتعلى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فتحسي بالسكن والسكين يعني بتحسي ان انتي تنقلتي الحالة تانية خالص في دقايق في دقايق احنا ما عملناش حاجة احنا عملناش شوية تمارين بالتسابيح اللي اعنا منمها كل يوم احنا ما عملناش حاجة جديدة احنا بنقول ده كل يوم بس نقولها بقى واحنا حسننا واحنا بننوي بدا النية عقد النية وقوة النية ان احنا عزمنا الامر ان ده يحصل هنا ان الساهم ده يروح هنا والساهم ده تروح هنا والقوة دي تروح هنا بنقسم بقى القوة تروح فين وربنا هو اللي بيعمل انا مش دعوة سبحانه هو اللي بيعمل كل حاجة والكلمة اللي الناس ربطها على طول بالمصائب والموت انا لله وانا اليه راجعون دي معنى انت بتسلمي حياتك كلها ان انا في الاخر انا ولا حاجة انا ليك وبتاعتك اتصرف سبحانه انا ارجع لك الامور كلها دبرلي يدبر الامر سلاما وتسليما لو انت سلمتي وتيقنتي واحسنتي الظلم كن فيكون سبحانه لان كل الانباية لو لاحظنا في القرآن هتلاقيهم كل الادعيات بتاعته ايه هبلي بصيغة الامر مش بيأمر على الله لكن بصيغة انه بيأمر الكون كله ان يبقى تحت رجله بصيغة الروح كن فيكون الروح اللي جواه الروح اللي جواه الروح اللي جواه اللي جوانا صح فبيدي امر مش احتياج ما بينزلش نفسه لتحت الحاجة فيعليها عليه بالضبط وقدرة الرحمن طبعاً فربنا قدرة الرحمن دي هي اللي بتديله هبلي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعلي هبلي اخي كذا كلها هبات فانما بنطلب من ربنا وهبة يعني هدية بالضبط يعني مش هتروح منك مش هتروح في حتك يعني لو جاتلك بالضبط وانت أنا طلبتها فلو انت طلبتها قد كده هو الوهاب هدى لك قد كده وفي حتة انت مش هتتفيلها انت نفسك في كذا هيقولك لا يا حبيبي انت أعلى من كده فانا هيديك قد كذا هل احساس اليأس بيمنع الطاقة الإيجابية اي شعور سلبي اي شعور سلبي اي ان كان احباط حزن غضب خوف انا مش بقول لناس ما تحسوش بدا انا بقول لا احنا بشر لازم نحس بدا وما بقولكوش امنعو ده او خبوه لأ انا عايزاكو تشوفو الجانب الإيجابي في الحدث مش تعيشو الإيجابية طول الوقت احنا بشر محتاجين نغضب ونخاف ونتوتر ونقلق ونحزن وكل الكلام ده لكن ما ياخدناش الشعور على طول لا اجري على طول استغفر اجري امسك في حباله امسك تشعلق فيه على طول اجري تشعلق فيه على طول ارمي عليه عشان يهون عليك الحبة اللي انت هتشعر فيها بالشعور السلبي ده يهونهم عليك يروحوا يعدوا مرور الكرام ويمشوا صحيح طاقة العيد اه فرح والبحجة والسرور وخاصة انه الناس بطلت بقى اه الناس بطلت تفرح مش عارفة ليه على فكرة الخروج يعني والمناسبات الاجتماعية اه جميلة جدا بس مش هي دي السعادة يعني مش هو ده الاحساس الـ positive قوي احنا عايزين نوصل للطاقة الايجابية من خلال ايام العيد ايام العيد يا جماعة اخرجوا اخرجوا بص احنا عندنا عيد كل اسبوع على فكرة يوم الجمعة والناس تحتفلش بيه للأسف يوم الجمعة ده ربنا بيديك عيد اسبوعيا عشان تفرحي وتهدي وتغير الطاقة بتاعتك وتبتدي اسبوع جديد الناس بتلضم الدنيا في بعض يعني الاجانب اللي اسمهم اجانب الويك انت عندهم مقدس ايبا لازم يغيروا الروتين لازم يغيروا اي حاجة بيعملوها يغيروا مكانهم يخرجوا يعملوا يشوفوا بالزبط هنا لأ هنا لضميني للسنة كلها على بعض فاهم ازاي فاهم ازاي تحسي ان هو يا جماعة وتغير مسافر ويك أنت واخد شغله معاها بالزبط طب ليه مسافر بقى طب انت مسافر ليه بالزبط متخليك قعد في البيت الموضوع كله يا جماعة لازم تفصل يعني انا جات فترة خاركت من السوشال ميديا وخاركت كل حاجة انا برا انا اتخدت اه انا برا ليه برا خاركت تماما انا اجازة انا اجازة مفتوحة لما هسسان انا عايزة ارجع هرجع انا وانا محتاجين نقعد مع بعض انا وحشتني يعني كحانان وحشتني انا محتاجة عقعد معايا اشوف فيأ ايه ايه اهل المزع Chers ايه اللي المحبطني اللي مباطقتني ايه اللي بطілتني اعمله ايه اللي حاجات اللي كنت بحب اعملها بطلت اعملها ايه لحاجات ا Labour واجتت ايه ترتام الي ممكن اقدمه للناس مش هفضل اعيد مم Sport حاجة اuckبي اقدم لهم حاجة جديدة عشان يتطوروا معي زي ما انا بتطور ففي الاخر حسيت لا يا جماعة انا مش مضطرة ان انا اكمل كده لازم اعمل فول ستوب فول ستوب عشان انا هتشحن انا اهدى انا انضف انا ارمي اللي عندي لشايلاء على كتافي وشايلاء جواية ولميتهم للناس لازم انا اتضفهم حتى لما اتكلموني كذا ما رألتنهم عليش والله انا لما هرجع هرجع انا هتكلمك لو حتي انا هتصل وقفلت التليفوناتي كلها وشحنتي المهمة شحنتي شحنة مش عايز اقولك لان انا كنت مركزة انا وانا ولا فقط فول ستوب انا توصلتي يعني رميت كل وصلاتي باي حد وتوصلتي بيه بس بقيت منعزلة انا وهو بس ففضلت اشحن 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 والحاجات اللي بحبها ابتديت اكتبها تاني الحاجات اللي ما بحبهاش ولاقيتها في الروتين بتاعي اللي هو انا بعملها ليه هل كتابة الحاجة يعني سر من اسرار التخلص منها او التركيز عليها وهل دي جيها طريقة او دي جيها طريقة ابوسي هو ان انا اكتب الحاجة اللي انا عايزاها انا بكتبها وحطها في حتة قدام عيني اشوفها كل يوم عشان تتكرر اوكي لكن الحاجة اللي انا مش عايزاها ما ارهاش تاني اكتبها ورميها بالضبط اكتب شعوري بيها لان هو الحاجة اللي مدايقاني انا البستها شعور يعني بقى فيها شعور الشعور ده اللي مدايقني مش الحدث اللي دايقني هو شعوري بالحدث هو اللي مدايقني هو اللي تعبني وبالتالي لازم افصل شعوري مش هكتب الحدث انا اكتب انا حسيت بايه في الحدث ده اتضيقت توترت خفت اي حاجة هكتب ده واكتب بتعبير قوي يعني لو الحدث قدامي اكني عايشة وبخرج كل حاجة وامسك الورقة اقطاها واحرقها واخلص منها اه واللي انا اعجاها هو اللي احطه قدامي واللي مش عايزها بحقت تتقطع احرقه معلش ممكن نرجع لورة سينا صغيرة لان انا مش عايزة اسيب ليلة القدر اه لان ليلة القدر خيرهم من الف شهر طبعا يعني خيرهم من الف شهر ده علمها عند ربنا سبحانه وتعالى ووقتها عند ربنا سبحانه وتعالى بس اقصد اه بالنسبة للطاقة هل هي اه طاقة محسوسة اه طبعا هتحسي ليلة القدر بصي اللي انا اللي انا حسيته من ساعة ما دخلت الانرجي ان ليلة القدر بتاعت كل مني قادة مختلفة يعني اللي انت هتحسيها النهاردة ممكن غيرك ما يحسوش يعني من احساسك بالطاقة ان كل انسان اه يعني انا فيه سنة من السنين كانت ليلة القدر بتاعك حسيتها قوي كان يوم ليلة التلاتة وعشرين ما كانتش السبع وعشرين اللي كل ايه ناس بتقولها اه كنت حسه بقرب غريب وحسه بشحنة غريبة وحسه باستجابات غريبة وحسه برسائل بتجيلي في المصحف وانا عمال اقرأ رسائل واضحة وصريحة ولمواضيع محددة يعني وانا عمال اقرأ عارفة تحسي بيه فيه فتوعات جيالك هي جيالك عشانك فهوه في الاخر دايما نقولهم يا جماعة استشعروا الليلة بتاعتك مالكش داعوا مين بيعمل ايه ما تديش ودنا صحيح فالليلة دي انا صورة القدر الصورة دي بالذات في العشرة الاواخر بقراها على اقل كل يوم واحد وعشرين مرة لو مش اكتر من كده عشان استشعر الطاقة بتاعتها عشان تشدني للليلة بتاعتي توصلني بيها يعني دايما نيتي فيها انها وصلني بالليلة بتاعتي وصلني بالرسائل بتاعتي خليها واضحة وصريحة قدام عيني من غير ما يبقى في حاجة تشتتني عنها يعني خلي الرسائل واضحة وبينالي ودايما بقول سبحان الله الحق المبين عشان يبين لي الحاجات اللي جاية لي صحيح ما تشتتش عنها ما تتلخبطيش ما الدنيا ما تخدنيش بعيد عنها طب ليها تقوس يعني الانسان عشان يوصل لليلة القدر ما لا هشتقول خلي بالكو انا مش بتكلم دينيا لا 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 حالس انا بتكلم روحانيا وطاقة عايزة عايزة اتواصل مع ليلة القدر اعمل ايه روحانيا لا هو زي ما قلتلك كل واحد مختلف يا في ناس سمعية وفي ناس بصرية وفي ناس حسي يعني كل واحد مفيش حاجة استقبالها استقباله مختلف اه يعني في ناس ممكن تشوف الرسائل وهي ماشي سيئة تشوف رسالة مكتوبة في عربية قدامها رسالة جات لفتت نظرها وهي بتفتح الانستجرام مثلا لقيت رسالة في وشها فهي في الاخر كل واحد بيختلف الرسائل بتاعته في ناس بتشوف مثلا ريشة بتحس ان ريشة دي ليها معنى في ناس مثلا تحس ان في رقم معانع ما لي تكرر بتحس ان ليه معنى في ناس بتشوف حد ما بتحبوش تعرف اه ده ربنا بيقولي اخد بالي من ما بحبهمش فيه حد حولي كذا او تشوف حد بتحبه جدا او بتتفاقل فيه يبقى ربنا في الموضوع اللي بيشغل دماغي ربنا جابلي العلامة دي عشان اتفاقل ان الامل موجود في الموضوع فكل واحد بيختلف علاماته عن التاني او كل واحد طريقة الرسالة من ربنا ليه مختلفة على حسب طبعه استقباله ووعيه وحاجات كتيرة جدا فمفيش حاجة عامة للكل يعني ما ينفعش عامم حاجة للكل بدليل ان هو ربنا من رحمته لما جيه منع حاجات منعها بالتدريج لان عارف ان البني قدمين ما تقدرش تسحبه مرة واحدة من يمين للشمال صح لانه في الاخر هيتجر للشمال تاني مرة واحدة لو ما خدش عليها ما خدش عليها بالراحة بالزبط فالموضوع كله كنفسية بشرية معقدة جدا ما اقدرش ادي حاجة عامة للكل الحاجة العامة للكل زي ما قلت استشعره استشعرك انت غير استشعري انا طريقتي انا غير طريقتك انت ممكن طريقتك بالتكرار بالكلام لازم اتكرر حاجة اكتبه كتير وفيه غيري لازم اسمع فيه غيري لازم تديله حاجة ملموسة يحسها بايده عشان يصدقك يعني كل واحد على حسب طيب واحنا بنبدأ اليوم عايزة ارجع تاني العقد النية واكيد فيه ورد يومي يعني اكيد فيه هل ده الورد اللي بنقوله على طول والدعاء بصي هو الاورط انا شايفها العقد النية هو ان انا اعقد العزم يعني انا صحيت النهاردة 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 اليوم بتاعي كل فتحات باسم الله الفتاح فانا هطول اليوم احساسي ان انا عايزة اكرر اسم الله الفتاح هسبح بيه طول اليوم انتي هتحسي بدعلا فيك هجيلك ده الهامك هجيلك حدسك هيقولك مش محتاجة حد يقولك طب لا انا النهاردة اللي في بققي لا حولها ولا قوة الا بالله مش عارفة ليه عايزة كررها ايه انا كتير تلاقيني مثلا سجدت وفجأة بقول ربي اني مغلوبة انتصر انا مش عارفة بقولها ليه وفجأة لاقي حد بيدرب فيه وانا مش عارفة انه بيدرب فيه فلاقي ربنا الهم لساني بالدعوة عشان هو عايزة خلينا اخد بالي ان حد بيدربني وانا مش وقدة بالي فجأة تلاقيني ربي اني ليما انزلتو اليك من خير فقير اللي هو بلاقي نفسي بقولها معرفش ليه فهتلاقي لسانك بيقول الحاجة اللي انتي محتاجها لوحدها زي ما الانسان يبقى نفسه في حاجة وقتالي جسمه محتاجها بالضبط فلما يبقى نفسك في ترديد اسم من اسمي الله الحسنة نقوله بالضبط بالضبط يعني انا هقولك حاجة انا عرفت ان انا عندي انيميا لما لقيت جسمي كريفنج للحمة الحمرة وانا باقولهاش اه انا عايزة اكون لحمة ايه ومعشا كده بقولك اه انا عايزة اكون لحمة حمرة بشكل هستيري واول ما كولها تتهدم بعد نص ساعة ساعة لو هجوع تاني لو امتى يا جماعة انا جوعتي ليه لما سألت دكتورة دم قالتلي انتي الانيميا محتاجة بروتين مش حديد انتي معندكش نقص حديد انتي عندك نقص بروتين عشان انتي كنت نباتية مدة طويلة اه فجسمك عشان انتي او بوزيتف فانتي جسمك محتاج اللحمة الحمرة إنتي لما خدتيها بقي يحرقها بسرعة لانه محتاجها مم مم متعطش ليها جعان ليها ليستهلكها ليستهلكها فبيستهلكها بسرعة سحيح فبالتالي دك روحك هتجرجر اللي هي اعزة هم اللي هيئويه هتقولك قوليلي ده مم نفسك هتحس مم هتبقى عايزة اللي بيطططب عليه بيطططب عليها بيطططب عليها اسم الودود هتلاقي نفسك بتقولي يا ودود هivas عايزة جبرة هتلاقي بتقوليك يا جبار مظلومة هتلاقي بتقولي يا قهار هتلاقي نفسك بتقولي هتستدعي اسم من أسماء الرحمن اللي طاقتها جسمك محتاجة نفسك وروحك محتاجة عشان توصل ربنا يكرمنا يا رب في الأيام دي ويجعل كل الطاقات اللي جاي علينا طاقات التبيع لازم بقى ما توحشنيش تاني تجيلي على طول عشان ما أنا بطلوبك ها روحك بتطلوبك كده حالتي حالتي ربنا هدين المعروف حالتي نال بشكرك شكرا جزيلا كل سنة وانت طيبة وانت طيبة وانت طيبة وانت طيبة وابعاك وكمال ربنا يخليك بشكركم وكل الدعوات دي كمان لحضراتكم يا رب كل أيامكو خير وبركة وسعادة وحيوية وطاقة استدعوا الاسم اللي تحبوه من أسماء الله الحسنى سبحانه لوه الأسماء كلها بس انتوا قولوا وربنا سبحانه وسامع الدعاء كنت حلقتنا النهاردة بشكركوا شاهدوا في الحلقة الجاية يا رب عليكم